تسبب ليلة أمس الامتداد الحاصل في انزلاق التربة على مستوى طريق الوطني رقم 43 في محوره المتواجد في قرية بولخماس عند المدخل الغربي لبلدية الزيامة المنصورية بجيجل في انهيار شبه كلي ما أدى إلى غلق الطريق أمام المركبات بالإضافة إلى تشقق عدد من المنازل المتواجدة بالقرب من حفة الطريق حيث تم إحصاء ثمانية منازل تم التكفل بالعائلات القاطنة بها وتحويلها مؤقتا إلى بيت الشباب وضعية سارعت بشأنها السلطات الولائية للوقوف عليها قبل عقد لقاء للجنة الأمنية بالولاية حيث تقرر إجراء استعجالي مؤقت لإعادة تأهيل الطريق الجبلي الممتد بين الزيامة المنصورية وسوق الاثنين بيبي جاية المخصصة لسير المركبات ذات الوزن الخفيفة فيما ينتظر أن تقوم لجنة مختصة من الخبراء صباحة هذا اليوم الأحد بمعاينة تقنية للطريق وإعداد تقرير يرفع للجهات المركزية قبل مباشرة الإجراءات الضرورية المستعجلة التغذية للزميل أيمن عبد الرحيم وقع انهيار للأسف طريق الوطني رقم 43 في منطقة بولخميس بلدية الزيامة المنصورية كان انزلاق من قبل وهذا الانزلاق تم تكفول به من طرف تسخيرة لمقاولة عمومية ولكن بعد الأمطار الأخيرة خاصة التي سقطت اليوم 28 و29 فيفري كان هذا كان امتداد لانزلاق بجانب هذا الانزلاق الأول على تقريب حوالي 100 متر مما تسبب في انقطاع كل لحركة المورة على هذا المحور الرئيسي سيتم مباشرة مجموعة من الإجراءات لعل أبرزها تشكيل مجموعة من المقاييس لمتابعة الموضوع لسيما مقياس تقني لمتابعة المجال التقني وكذلك سيتم معاينة مجموعة أو مسالك اجتنابية لتسهيل حركة المورور خاصة كما تعرفوا أن هذه النقطة تربط بين ولاية بجاية وحركة المورور وولاية جيجل كامل السكان اللي يمتواجدين فوق هذا الانزلاق يخذينها من انتبار من ناحية المأوى من ناحية تكفلون بهم حتى من ناحية الإطعام ومن ناحية النقل لك عندنا يعني أغاد ان شاء الله عندنا معاينة لفتح طارق ممكن يعني فتح طارق مسلك جديد مع مدير يعني الأشغال العمومية وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بجيجل بمشاركة جميع الشركاء والفاعلين سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل تحسيس مستعمل الطريق لتجنب استعمال هذا الطريق وباستعمال الطريق الوطني رقم 9 الرابط بين ولاية بجاية وكذا ولاية سطيف إلى جانب الطريق الوطني رقم 43 الرابط في شطره بين ولاية جيجل وولاية ميل ترجمة نانسي قنقر